رسول بولوس اتكلم عن هذا الموضوع باسهاب كيف ترضي الله كيف بتكون مقبول امام الرب يعني مرات الناس ما بتحبش الحل البسيط لكن الحل البسيط هو حل مصيري وحل ابدي يعني هذا الحل فعلا هو اللي بيقرر مصيرك وهو اللي بيقرر ابديتك ايضا والناس بتيجي يعني نفس الاسئلة عم تتكرر السؤال اللي تكرر في الكتاب ماذا اعمل لارث الحياة الابدية وسؤال اخر يا رب بولوس او شاول الترسوس عندما تقابل مع المسيح يا رب ماذا تريد ان افعل ويسوع عندما اتكلم في صلاة الشفاعية في يحنى السبعطاش قال وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلتهم شخص من تلاميذ المسيح لسنا نعلم اين نذهب فكيف نقدر ان نعرف الطريق قال له يسوع كلمات مش سهلة على فكرة احنا مش منصلي منقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت يعني الطريق اللي انعمت على المسيحية واليهود لا 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 احنا ما منصلي يعني انه صلاة كل انسان يختبر الطريق لكن المسيح قال عن نفسه انا هو الباب ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعا لما قال كيف نقدر ان نعرف الطريق اجاب يسوع وقال له انا هو الطريق والحق والحياة ليس احد يأتي الى الاب الا بيه ونفس التلميذ بنفس الاصحاح في يحنى 14 فيليببوس يا سيد ارنا الاب وكفانا قال له يسوع الذي رآني فقد رأى الاب انا والاب واحد تكلم عن الاب في وانا في الاب وعندما وقفة امام بلاطوس سأله ما هو الحق فاذا الواحد بيسأل على الحياة الابدية واحد بيسأل عن الطريق وواحد بيسأل عن المعرفة واحد بيسأل عن الحق وهي كانت اسئلة الفلاسفة قديما لكن المسيح اجاب على جميع هذه التساؤلات عندما قال انا هو واو فاذا يا المسيح مدعي لا سمح الله كاذب او انه المسيح فعلا الله الظاهر في الجسد ما تقول ليش استغفر الله عم بتقول عم بتكلم كفر لا ما هو بتقرأ الكتاب المقدس ما هو فيه حل من اتنين يا انك بتآمن في طريقة الله انه الله متل ما بيقول عنه الكتاب والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كملة وحيد من الآب مملوء نعمة وحقا احبائي من السهل انه الانسان هاجم لكن لما بتنظر لحالتك بعدين بتقول مين اللي بيعرف الرب شاه خليني اسألك سؤال هل حسناتك رح تكون اكتر من سيئاتك انا قلت في البداية لو يعني شوف الكتاب بقول في رسالة يعقوب من من عمل جميع ما هو مكتوب في النموس يعني ما خلاش اشي في النموس في الشريعة لكن شوف الكتاب بقول وعثر في واحدة بس وحدة صار مجرما في الكل طبعا نقطة سم قوي حتى لو حطه في برميل مي ما فيش انسان بيشرب هذا المي المسموم ترجمة نانسي قنقر